الفلوس دي يا جماعة مصر بتعاني مصر بتعاني يخلي عندنا دم شوية دلوقتي التحكيم من أسوأ يمكن وأنا بقول لهوت لللجنة الحكام وبقول للتحاد الكورة وبقول لجنة المسابقات انسوا اللي انتم عملتون السنين اللي فاتت في النادي الأهلي النادي الأهلي وقف على حلو بسم الله مشاء الله تتشهد عنده لعيبة كويسة وعنده مدرب وإدارة وعية بقت شايفة كل حاجة دلوقتي بتاخدش حقاها إلا بالقانون مش بالفاتوانة والكلام ده كله لا بتاخد حقاها بالقانون في كل شيء لكن أرجع تاني للتحكيم وأقول التحكيم فعلا حاجة بقت سيئة بقت سيئة تشوف ضرب الجزاء يومطارد واحد وما يحسباش ضرب الجزاء لأن لو حسبها ضرب الجزاء هيضغط اللعيب طب الله وأنتو عايزين إيه الحكام عايزة إيه وبعدين يقول لك بيطلع بارد الحكام بتاعنا الوقتي بيطلعوا تضربوا برا جماعة بتضربوا برا في بعض الدول عيب علينا خلي الحكا ما عنده شخصية ابعدوا عن التدخلات أندية بتصرع على الهبوط وأندية بتصرع على لتخش المربع الزهبي دليل إن حصل الفترة اللي فاتت في حاجات كتيرة جداً أنا مش قادر أتكلم فيها لأنه فتحت هفتح يعني زمها اللي يحصل اللي يحصل إنما أنا ببصر مصلحة بلد مصلحة منتخب مصر القومي اللي حقق بطولات ما حقق عايش حد قبل كده واتمنى أنها تتحقق بس بالوضع اللي إحنا فيه ده ده إنسى والله العظيم إنسى عشان كده أنا فضلت إن أنا هتكلم في بداية الحالة دي اللي إحنا ضيفنا هو حكم وحكم كان جامد قوي 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 هيقول لنا الفار ساعد الحكام ولا مساعدش الحكام هل الحكام ضد أندية النهاردة هنتكلم في كل ما يخطر على بالكه ده مش كلامي لا لأ لنت هتسمعوا كلام كمان أخطر وأخطر 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 عشان كده أنا الحلقة دي أنا قلت بعض الحاجات كده إنما في الحلقات اللي جاية لا ده أنا هتكلم بقى يعني على الملأ أكتر من كده أكتر من